اشتركوا في القناة 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 معلش آسف آسف جداً بدر بيها غصباً عني والله ياخذ لها بجالي أكتر من ساعة مستني معلش غصباً عني ودعمي أصلي كان معايا حالة صعبة جداً وكنتش أقدر أسيبها غير لما تستقر خير يا ودعمي عايزك تيجي معايا دلوقت ضروري عندنا حالة خطيرة محاجش يشوفها غيرك انت يا ساتر يا رب رب بس ممكن تديني عشر دقايق أكتب تقرير للحالة وأقول شوية تعلمات الممرضات وأجمعها الطوارئ يا حالة أمانة عليك ما تأخرش يلا بيني يا حالة يا بوي هلاتي كتحامل بابويا كان عارف وبدوير كمان مش كترساتك لبس ممكن حالة الحمد لله يا شفيك إن ربنا بعدنا في الوقت المناسب ومرتك دي ست طيبة وغلبانة من ساعة ما داخلت يا شفيك وانا عملت علي ربنا الجومة بالسلام مش عارف بقول لك يا مصطفى انت البني أدم الوحيد بس كل اللي أبعيش معه موسيقى هادي تعذبت كتير يا صدر كتير جمع انا عايز اشوف عايز اشوف باضي الوقت شفين من في عشان هادي تشوفك بالدموع دي ايب مش صحش اصبر عبابي ان شاء الله هي تخرج والدكتور يطمننا ليها تشوفي عراض عراض ايب احلم حلم بتعليك عشتك انا هكتفك وغنيك في كران الصوايا وخذ الكبير يذكلك بياتك انا ما فهمش حاجة من اللي بيحصل دايب ديربي انا مشاكرين قالوا دكتور استأذنك تروح على العربية لغاية ما كتف الحمار دي وهاج عشان اوصلك لا ما ترمنيش معها باشا اسكتور خذني انا بلي خطر النهر عمش هيجيتك مني انا عايز اعرف منين جتلك الجراءة تعمل لعمل السعودة دايب مصطفى بيه يا باشا ولا بنيش مصطفى بيه؟ ومنين؟ منين مصطفى بيه بيامرك؟ انا شفت جاي مع جنابك مهبفية وانت نفس طراعيه وبعدين السدي كان دمها بي الصفة قدامنا وكان روح حد تطلع وكان لازم نرحبها وراحب قانه دادي مستشفى بوص ما يدي اقرب حاجة كده يبقى تتشاهد على روحك لغانت من روح الصائح جم ياك جم 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 كدك جم 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 ياك مستانا 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 خد الشمط اللي فتها لك مصطفى بيامادة قدامي قدامي يا كذب قدامي قدامي من ؟ حمد الله على السلامة اشكر الرجل ده اني جابها لحد هنا وهي بتنزف والبرة عليها بدا الموكمنة فربنا اعوضك عن الجميع مش هادر تبصي فعليا شفيك اه احنا استناك بره ده عامي انا مش عارف اسكولك الزي انا كان بني وبين الموت خطو لو لك كان زماني خططا ربنا اللي بيكتب العمار مستهان انا عملت اللي كان اي حد لازم يعمل خلي بالك من شفيه استنيك قادر نحجك تكرهيني وبصي لي البصة دي لكن جابني مت حكومي عليها لازم انتعرف الاول انا مين وعايش وسط مين انا مش هطلب منك تسامحيني عشان ما اقدرش صدقيني يا نادي كل لحظة عذاب مرت عليكي انا كنت متعذب فيها كدك مية مرة انا كنت متعرفش لازمي انا كنت متعرفش لازمي انا كنت متعرف مش لحقك تقولي كل الانتعوزة والكل الجواكي لازمي ما اجف ولا همك ما ادريش بالمصيبة اللي انت عملت ازاي تجيب هاي هنا من غير ازني انا ما عملتش مصايب يا ادعمي انا عملت الصح ما تقوليش واتعمي انا ربيتش هفيك واقفة برا ليه مين اللي ادالو خبر بالموضوع انا تقولها بكل بوساطة كده كان لازم انافذ وسيط واحدة بين الحياة والموت كان لازم اقولي شفيك يمكن دي تكون اخر مرة اشوفها فيها انت ايه انت انت مالك فاكر روحك ايه منين نجسك الجوا اللي تتحدد بيها معايا دي كانك مفاهمش بتعامل مع مين مع اهلي وناسي اللي لم يتأكد ان الجوا صدورهم قلوب مش حجر حسابك كبير واعر وايام العاسل اللي قضيتها فوسطيني من الدقيقة دي ورايح خلصة فاهم يا ياود عمي يا نادي انا بحبك امرو بحبت عد غيرك تفتكر بعد اللي حكي تقولك عن اللي حصل كله ممكن يكون فيه عب فاعدة لأن الحب هو عمر ما يشفى غيرك يشفى ايه يرجع لهم انت قسمينهم مش هسمحولك تخرج عن اللي حصل مماشي بي من سنين طبع عشان خطري بلاش تتحددي دلوق لما تروكي نتكلم ستجيني كل حاج هتتصلح نتضحكش على نفسك يا شافية طلعني قولي طلعني يا شافية ممت لو كنت بتحميني سيحة طلعني أمل ما تخلوا مني الوضع دي قلت عندك حاج الحب محتاج قوة تحميني وتفع عنه وأنا كنت ضعيفة مجددش عميكي ولا حافظ عليك عشان كده انا مستهلكيش انت الماس ت limbى تيطالك انا تلقى حمم طرمين يا بنتي موقف والدتك واضح مفوش أي لبس بس حضرتك قلقتني قوي لما قلتني حبس ممكن الجد مع أن والدتك كانت في حالة دفاع عن النفس تعتبر يعني كانت مجنع عليها إلى أن النيابة لازم تتأكد من نواياها وأحياناً بتمدد الحبس حفاظاً عليها وخوفاً عليها من أهل الأتيل وبعدين ما تنسيش كمان أنهم لسه ملقوش عطل متأم الحقيقي طب وهي الزم بها إيه بس أمي ممكن يجرالها حاجة لو فضرت محبوسة أكتر من كده أنا حابل يا سيد وكيلي النيابة دلوقتي وحامل اللي حقدر عليها عن إذنكم نعاوك في الثمن على آخر يا شام أطلب إهدام حامي وعرجوي لما يحطوا دماغوا في حاجة لازم يتلصها أنا مش عارفة أشكر شوقي باشاً إزاي على وقوفه جميل قسدتي ولا شكراً ولا حاجة أنت كيف أختنا تمام يا مسيد لازم أكلم شوقي باشاً عشان أطمنه يا دي الحظ التلفون جضع شح اسمحيلي التلفونك أعمل منه مكلمة آه طبعاً شكراً أمريكاً آلو آلو أيوة شوقي بيه آلو أنت سمعني؟ أنا جناوي لا آلو طبعاً أنا هروح أكلمك من مكان في شبكة لحسن الشبكة هنا عافية شوية أخدت التليفون ونزلت على العربية واسمعت كل المكالمات اللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا هتكلم دغري يا جناوي فيه حاجة؟ أبداً مكالمات عادية مع اثنين من صاحباتها واحدة جاربتها واللي احنا بندور عليها ما حصلش بأزابتش سيرة طلعت في مكالماتها دي أبداً كل الحديث عن أمها والمشكلة اللي هي فيها ما جددش أسدج أنه يجتع اتصاله بسمها بالخصوص على الأجل يتطمن على أمه يكون بيتصل بها بطريقة تانية على خبط تاني أو جايز هي اللي بتحدثه على النمراء ما يعرفهاش غيره طب بدي هنعرفها كيف يبقى لازم نراجيبها ثانية بثانية ما عرفش لي جالبي حاسس أن البتديون تجديبش إحساسي إحنا ما فيش عندنا وقت للكلام ده لازم نتصرف بصرع نشوفه طريقة نتأكده منها ما تشيله من راسك يا لورد ونكمل العملية من غيره أنت تجندت في مخك كلية أشيله من راسي كيف وهو عارف أنه نوع عملية بالحرف الواحد الله أعلم هو بيعملية ذلك في صراية جعفر ده ممكن يهد كل اللي أنا عاوز أعمله صراية جعفر؟ أخري الأخبار وصلتني حالاً أنا أصلي النهاردة عملت مغامرة بعدت بدري ومعه واحد يحرص ويركبه الصراية بتاع الجعفر ما كانش قدامي للمخطرة دي وقال لك إيه بدري؟ قال لي أنه شافه داخل الصراية الظهرية في عربيته الواحد شفيك وعراه جزبت جعفر في عربيته أنا هتجنن حاسس أنه ما فيش حاجة هالطيار عجلي يتكد الحكاية دي يا طرى بيعمل إيه معاه نوي على إيه يا طالحة صحيح غريبة إيه؟ خير؟ أمو شادي عايزني بكرة أكل عنده كانش فيه دعا فأنت مساعدتك فتعة بدفسك يعني وتيجي لحد هنا إزاي عصامك؟ إزاي عايزني أسمع اللي أنت قلته ده وما جيش؟ إحنا اشتغلنا مع بعض كتير في أخطر القضايا والعمليات مرينا بالنجاح ومرنا بالفشل لكن للأسف عمري ما شفتك يائس بالشكل ده يا فنم عارف أقول ساعدتك إيه بس أنا أنا أصلا حسيت بأخطاء مستمرة قلت أكيد العفة إي أنا ولما رجعت كل اللي أنا عملته من ساعة ما توليت المهمة دي حسيت أنه يعني ممكن تكون إمكانياتي أصغر من مهمة كبيرة زي دي أنا ما حبش أسمعك تتكلم كده وإن كان على اللي خصل للتنبارح فأنا مشارك معاك في كل خطوة الفكرة كانت فكرتي أنا وإنت نفسته بس للأسف يا فنم إحنا خسرنا كتير في معركتنا بعض إحنا لسه ما قفنات صفحته وإن كان على المبلغ اللي ضاع ما تفكرش فيه إحنا كنا عارفين إننا بنخاطر وبنغامر وكنا حطين احتمال لضيعه طيب ليه يا فندم نشتكمل عاجزنا؟ ليه نفضل نشتكمل عاجزنا؟ ونسيبه هو يضحك وينبسط إنه يدر يضحك علينا ويخدعنا مع أن إحنا متأكدين من المتورد في النشاط المريب ده ليه ما نوجهوش؟ ليه ما نوجهوش ونكشفه يا فندم؟ يا عصام إنت رجل قانون قبل ما تكون ظابط وإحنا هدفنا أكبر من كشفه هو بالذات عايزين نعرف مين اللي وراه دنايب في المجلس والشكوك اللي عندنا ما وصلتش لدرجة الأدلة وما قدرناش نمسك عليه اللي يخلينا نعلن الحرب عليه بشكل عملي يريد كنا بنحربه لوحده ما بكل اللي حواليه واللي مستفدين منه لا حنقدر نعدهم ولا حنسيطر عليهم إحنا من قبل أنت ما تيجي متفقين إننا دخلين على مهمة في غاية الصعوبة يا فندم أنا بكررها لساعدك إذا كانت المهمة محتاجة حد تاني أنا شايف إنك تفضل في مكانك وتهدي اللعب تماما معاه لحد ما نلاقي صغرا ندخله منها حنفكر تاني وحنبدأ معاه من أول وجديد الحمد لله على السلامة كبير كلمتك في التليفون جانا جاتني خير ما حبيش أقولك وأنت جاي في السك لأن اللي حاصل ما يتقالش في التليفون كنا حاجة خطيرة يا خطيرة بعجلة لأنا مش جادر أصدق تعال ورايا تعال مش جادر أصدق اللي حاصل قدلت تتصل بساعتك من بالليل لحد الصبح التليفون مكفول والوضع السيلي في البدروم ملجح لو تحب جنابك نخلصوا عليه بعد اللي عمله بجاء أحسن واللي اسمه مصطفى دي جاعت في مطرحه مستنى حكم جنابك بعد غلطته الوض راح خلاص؟ وض 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 مين جنابك؟ اللي ببطنها ما قلت لك جنابك سجط وربنا الحمد الله ريحنا من الهم الأزرق دي موسيقى 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 ويا فيين دي الوضع؟ الساها في المستشفي قدامها يوم واليومين راحة على ما يطلعوها لكن انا معرفش يا فيك جالها ايه ولا عمل معاها ايه أنا تحددت معاه لكن لجيت حديث وناشف جوي قلت ما زودش معاه كفاء اللي جاله أنا كمان ما حبيتش أقول لك كل الجوا يا غير جدامي الكبير ما حبيتش أقول لك إن اللي عملته معايا ده يبقى ندالة شجل تعبين ما يعملوش جل واحد جال بسود بيكره أجرب الناس لي لا يا شافيك إفهم حكاية زينا مش عايز أفهم أنا دي حكاتلي على كل حاجة انت اللي خطفتها يا بدير وانت اللي حبستها في المطرح ده وجاعت طول الوقت توسيلي وتفهمني إن جلبك علي وعيزنا لجيها شافيك ما تحسبش بدير بدير بينفز أوامري ما خالفنيش المتشكلين يا شافيك طول عمر وأنا بستقبل أي حكم تحكمه علي لما غلط بستقبل وأنا عارف إن انت الصح وإن أنا اللي غلط عشان خلفت جنونك طول عمر وأنا عارف إن انت اللي بتحمينا وبتحمي ما صلاحنا حتى لما الدنيا سودت في أشي عمري ما كريم طيب لكن لما وصلني إنك كنت عارف إن اللي بتأذيها دي تبج مرتين اللي شايلة في بطنها حتى مني كنت عارف وحبستها وسبتها تتعزم لحد ما كتلت حفيدك كرهت مش كده كرهت بوك تقول كل اللي جواك يا ولدي لكن قبل ما تقول حاجة لازم تعرف إن أنا كنت بحافظ عليها وكنت ناوى هي إليها أحسن لحوال لكن بلاش يا ولدي بلاش تقول لجري الحقيقة الحكاية تكشفت خلاص أنا مش هكدب عليك مش هكدب عليك لو كان كل الجوايا غير كده كنت هقوله في وشك مهمنيش يمكن في الأول جعلت أفكر كتير إن أخلص منها لكن بعد اللي عرفته لكن بعد اللي عرفته فكرت تسيبها تموت لحالها من غير ما حتى يجرب لها ما تكلمش أبوك بالطريقة دي نسيت نفسك ولا إيه؟ ما أسف بعد إذنه أطلع فتاحا استنى استنى عملتني معي إيه؟ طلعني كبير أنا خلاص طلقتها صلحت الغلطة الكبيرة بالوقت ما عادش في حاجة تربطها بعيلة العربوية أطلقتها بالبكرة أبعتها مع مرسيا اللي بيتها في مصر وكانها مدخلتش حياتنا من أساسه في حاجة تانية عايز تؤمرني بها كثيرا طلقتها مأحسين مأحسين ايه؟ صعبان عليك؟ ولا ما اللي صعبان عليك يا بو؟ كان لازم أعمل كده عشان أنا مكاني هنا وسديكم ومن دلوك هرجع زي الأول واكتر ما بجمعك يشكل هنفز كل قوام رأي بالحرف هاجف جنبك في الانتخابات واعمل دوري في العملية الكبيرة اللي أنت مستمية بتجوز بيت منتصر بركات عشان أرضيك عشان أنا مليش جري العيشة دي في حاجة تانية تأمرني بها يا بول ما أحبكش تحدث معايا بالطريقة دي مش عايزك تعيش معانا من غير جلب ونبقى بالنسبة لك أغراب يا ولدي وإحنا أهلك هو دولوك مليوش حبيب غير سمصطفى اللي ربنا يسطر ما يكونش فضحنا بمرواح المستشفى من غير ما ياخد رأي حد لازم نشوف له حل يا كبير في الحكاية دي أنا مش طاية تجعلتوا معانا ما اسمع يا بدير الرجل دي اللي ما نعرفنوش أصل من فصله هو اللي نجدني من الموت وهو اللي نجد الإنسانة الوحيدة اللي حبتها مقصما بالله العظيم لو حد منكم مسوا بسوق لا يكون آخر ما بيني وما بين العربوية مش هتلاقوني تاني واصل ويكون في علمك يا بدير أنا هفضل جنب الراجل ده لحد ما يلاقي أهل وواصلوا ليهم بنفسي وكفاهي أنك دخلتوني معاكم في كتبة كبيرة الله أعلم هنطلعوا منها كيل فهمني يا بدير سمعت اللي قالوا كبير أول حل هنهملوا يعيش معانا بعد اللي عملوا يا غير حتى ما ياخد جزاؤوا بدير ما فكرت بالهداوة في اللي حصل هتلاقي مصطفى الصح البت دي لو سبناها تموت كانش فيك أغضيع مني طبعا يصد يعني أنا ما فهمش حاجة كبير يا باي ويهز الصعيد كله كيف يهم الحكاية دي من غير ما يقتلع رجبته كيف؟ بتتكلم عن مين؟ أنا دماغي هتفرجي على تهاني الحل أنه نام لازم أنعس إنعسي إنعس يا تهاني وليحيني تكونش بتتكلم عن الراجل الغريب اللي كان معاكنا عليك تلخمدي يا تهاني ونامي تلخمدي أم ما تقول للحكاية وأنا قلت على المفيد الحكاية يا تهاني إنه هيركب في جراسنا كلنا لو ما تحسبش على اللي عمله بعد ما خالف أوامري حد هيركب تحدث معاه عارف إن اتصرفت من رأسي كبير ومستعدي لللي تؤمر به جنابك بس والله أنا قبل ما اتصرف فكرت فيك وقلت النفسي جنابك لو ما كاني هتتصرف زي ما أنا اتصرفت ويمكن أكتر كمان أنت قلبك كبير نساء العربوية كلهم ويحن علف أزمة أو الضعيف وأنت يا كبير لو كنت شفتها بين الحاء والمود ما كانش قلبك أي طوعك خصوصا يعني إنها مرت والدك حتى لو كنت جنابك مش راتي عن الجوازي في الآخر يعني هي كيف منتك والله هي كبير أنا عملت اللي عملت عشان خاطر ربنا وعشان خاطر شفيك ومع ما حصل لي أكون مرتاح عشان أنا عملت اللي فيه الخير أنا مش عايزك تفكر في الحكاية دي هتبينك وبين نفسك ها؟ تحتامل جنابك هنساها خالص بس قبل ما تنساها ما عايزك تقول لي شفيك قال لك عني إيه بالضبط قال قال يعني إن جنابك ما تخافش يا مصطفى تحدد بصراحة أنا كل همي أعرف شفيك بيفكر كيف وأنت جربت منه اليومين اللي فاته لعنزا أقوله يا كبير شفيك شفيك بيعتبرك أهم حاجة في دونيته كل حاجة في حياته تعرف أحسن حاجة عجباني فيك يا مصطفى إنك بتقول الصدق لكن المرة داي بتفكر تكذب علي مصطفى استخدوا العزيمة استخدوا العزيمة أه إيه بتعمل مش عارفة ليه حسة بالخوف عليك يمكن عشان الكلام اللي قلتهولي آخر مرة ولا يمكن عشان ما جدرتش أشوفك مبارح هو أنت كنت فيه مش وار طويل خدي اليوم طوله مش وار إيه مش مسموح لحكي عنه ياريت أنا أقدر أنسها كنا حكاية مأسرة في الجوي إيه حكاية حب طهرة شفتها بتنتهي جدا ملاي خلت نعيدها سباتي كان اللي أنا عاسس بيه ما ينفعش أصار بيه يا رب تتمنى ما تمنى ترجع تفكر كل حاجة ترجع لنفسك علشان تعرف ترسم شكل حياتك اللي جاية بس أنا مش عارف أرسب هالحالي أحتاج حديك قمعي مماطعة durch دائرة مماطعة با سعادت الباور الباور با عادة با عادة ل怎么了 واحدة وانعس تاني زيبيني زيبيني يا بابي يا بدير جم يا بدير في حاجة مهمة جوي زيبيني يا هاكل ناسك جم يا راجل علي بكل ايمان لو جمت اهتهان لفرفتك فرفيت لو فيه زلزال في السراية انا مش هجوم مش هجوم طيب يا بدير خليك نايم في العسل تعمل ايه دلوك يا بيت العرباوي انا سوري حبيبي مضطرة بلغك ان ابو داود صار عنده قلق من جهتك وانا شايف ان معه حق منشان هيك انا خليتك تجي لهون ع السريع ليه يا بو شادي انا قلت لك ان اعمل شغلة على اعلى مستوى ومحضر للضربة الكبيرة ما في اي تأرير اجلنا منك يثبت انك قادر تكشف جعفر او تقول لنا بالقليلة اذا كان بينفذ تعليمات ابو داود ام لا هيحصل جريب جوي انا بس بعمل تعديلات على الخطة هتفدني كتير فرصتك الذهبية تثبت لابو داود ان جعفر يخالف اوامره يعني مثلا عم بيفكر يقوم بعمليات البيع اللي ابو داود تحذره من تنفيذها قبل ما تتم الصفقة الكبيرة يوم الانتخابات حتى ما يلفت الانظار الو وانت لحتى هلا مش قادر تثبت العكس جعفر تحركاته عندي سندجني بدي معلومات حقيقية اي كدب ممكن ابو داود يكشفه رح تصير صورتك اسوأ بعد الساعة تنسى انك انت تتعامل معه نهائيا ارجوك بلغوه اللي ده هيحصل اهم شي جعفر ما يشعر بيك لان لو خاد حضره ما رح يحول المصاري لابو داود في الوقت المطلوب ورح يقرر التأجيل وكل اللي عملناه رح يتهد صباح الخير يا فاطمة قلت اجهز فطور زين ونفطره مع بعضك في ايام زمان قديلك كتير ما عملتهاش اصلي جليجتي بدري جمت صحيق وفكرت ان ما تحدثناش مع بعض من زمان اه عندك حاجة تعرف يا فاطمة الصحيان بدري دي نعمة كبيرة جوي الواحدة تحس انها تملك السرايا كل اللي فيها نايمين وهي الحالها تعمل اللي هي عايزاها ايه رأيك بكرة الفجرية تخبطي علي وننزل ونتمشوا مع بعض ها؟ اه وماله؟ ما تاكل يا فاطمة ما بتاكلش ليه انا حسها اليومين دول انك متغيرة متغيرة؟ متغيرة لللاحسة بيجتي فايجة وريجة وبلك مرتاح انتوا صحي يا فاطمة؟ اتفضل يا بوي مريب صباح الخير يا بوي صباح النور هو المرة الجاكي جاعدة مع أختي لا يا بوي انا بقعد معاه على طول ها؟ وقلت يعني نفتحه نفسي بعض ها 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 بروح صحي اللي جوزف خم النوم ده بعد ربع ساعة يكون فايج ومتسبح ويجينا على المندرة اللي تومن بي يا بوي ربع ساعة ما يزيدوش دقيبة ها؟ ها؟ ياب ايه؟ 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 مش كده حسن؟ ها؟ نفتر وأنا وانت الحالة ها؟ ألا أنت فترتي ايه؟ لا أصلاً ما ليش نفسي اه ها؟ هو ترجع اللي كنت فيه قوليني في حاجة زعلتك؟ ايه لا أبداً يا بوي الدنازينة جوي ايه؟ تارت أنا نوي على ايه؟ بعد الانتخابات ما تخلص؟ ها؟ هسافر أوروبا أسبوعين ثلاثة فصحة ها؟ هارف حاكم مين معايا؟ ها؟ انت الحالك؟ انا؟ ايو يا بوي بس أخوتي كده ممكن يزعله منا الشالح بحد انا كيف في كده ها؟ يلا يلا افتعي خاشمة افتعي يلا يا حبيبتي افتعي خاشمة مكسبوا مني وليه يا بيت أنا كنت موكلة كنت عيلة صغيرة كن يا حبيبتي كن بسم الله ما شاء الله ايوه اللهم صلى على النبي اهده 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 كده كدير كل محاولة اهرب منك الجاكي قدامي شفيك ايوه 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 كيف فك يا مصطفى حد لله مالك عد عميه يعنيك بتقول اني في حاجة حصلت كنت عندها رفضت تتحدث معايا ايوه بتقول اني انا انساعد ما نططت كلمة تطلق وهي بتحاول تنساني ومش جادرة وجودي قدامها هيصعب عليها الموضوع اكتر اندح انت كمان لازم تبعد يا شفير لمصلحتك صعب انت ما تعرفش كدبيك بي صعب لما تكون صورة واحدة محفرة جوانك بتدارش تشيلها وتبعدها همك وكل ما تحاول تقرب منه تلقاك قدامك وكل ما تفكر في حاجة تانية بتعرفش لانك عارف زين ان مصركم عمره ما يبقاه حين حاجات كتير دينا بقوالهم انت نفسك كأنك بتكمل للجواه يوم هنادي اتحررت من ديودها بكلمة واحدة مني اما انا كان كتب علي افضل مربوط بسنين طويلة بابويا وبالمكان دي الجواه اتنين بيتسرد واحد عايز يبضل في المملكة دي يتمتع بالعينها اتنع يزوره بعيد ما يبقاش لي اي صلة بالمكان دي كل نحظة بدور عني يربطني باي حاجة في العالم دي اي حاجة تخليني واحد مني ألقى نفسي فيه مع كل العذاب اللي بتحمل وانا بدور عليه باتمنى يومي الجاهل ما لقى السبب اللي خليني واحد منكم تفتكر تفتكر يعني ممكن يعني يا اقل ما لك يا مصطفى كانك مخبي حاجة عني تفتكر يا شفيك واحد سيدي زي وراجل من العيدي لو تحسنت ظروفي ينفع يعني اتقدم وأبقى واحد منكم اشتركوا في القناة